خلونا بسرعة نهن الشعب الجزائري الشقيق ودورة الجزائر بتولي رئيس جديد لمقاليد الحكم النهاردة واداءه اليمين الدستورية السيد السيد بقى لانه هو الحقيقة النهاردة اول قراراته انه لقى لقب فخابط السيد عبد المجيد تبون او هكذا اعتقد انه بيقرأ اسمه يعني او بينطق اسمه ادي صورته وهو يدلي باليمين او القسم الدستورية رئيسا لجمهورية الجزائر في قصر الامم في العاصمة الجزائرية الجزائر السيد عبد المجيد تبون واللي من اول تصريحاته وقراراته مباشرة بعد اليمين الدستورية انه لقى لقب فخامة الرئيس يعني عندما ينادى لا يقال فخامة الرئيس عبد المجيد تبون لا يتقال رئيس عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر ويتكلم كمان الرئيس الجزائري الجديد عن رؤيته لإدارة شؤون البلاد وقال ان الجزائريين كلهم يجب ان يكونوا على قلب رجل واحد وانه سيتعامل بالعدالة والمساواة مع الشعب الجزائري لا ميزة لاحد او لمواطن على مواطن وان فيه تساوي كامل في الحقوق والواجبات ما بين ابناء الشعب الجزائري وانه القانون هو الذي يجب ان يسود ولا احد فوق القانون ومن تصرحاته ايضا تصريحين واحد متعلق بالاعلام عمل مناجدة للاعلام الجزائري انه يتحلى بالحياد والمهنية والدقة والموضوعية لانتوا عارفين طبعا اهمية الاعلام ودوره في تشكيل الرأي العام وتوجيه الرأي العام ووضع الاولويات امام المجتمع من اجل النهوض بالدولة والرسالة التانية قال فيها انه سننظر مع المسؤولين ده كلام الرئيس الجزائري الجديد انه سننظر مع المسؤولين خصوصا في قطاع البالية والخزانة والاموال في كيفية تقليل الضرائب على غير القادرين وزيادتها على القادرين والاغنياء وميسور الحال واصحاب الدخول والارباح الكبيرة نتمنى كل التوفيق والاستقرار للدولة الجزائرية والوطن الجزائري والشعب الجزائري الشقيق مرحلة جديدة بعد مرحلة طويلة قاد فيها البلاد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ها هو رئيس جديد بفكر جديد بروح جديدة بافكار جديدة ان شاء الله بامال وطموحات رائعة للشعب الجزائري الجزائر كلها امكانات وكلها خيرات وتستحق انها تبقى في افضل الاماكن